اشتركوا في القناة واجهدك من عند الكفر طيب قولي حبيبي هتلبس اني بدلة السموكينج ده لابو العروسة طيب قلبس بقى الكرافاتة اللي جبتها لك في عيد ميلادك عشان هتبقى ماتشنج قوي مع الفوستان اللي انا هلبسه ماتشنج ايه وبتاعي بقولك سموكينج سموكينج يعني بابيون يا سلمان بابيون ايه حسام ده انا كده اغطرة غير الفوستان عشان كنت بانية كل حاجة على الكرافاتة اللي انت هتلبسها لا وعلى ايه خليك انت بي الفوستان وانا حغاري البادلة والبابيون وحلبس بادلة عدية عشان الكرافاتة الحمر اللي انت جاي بهالي حاضر يا حبيبتي مع السلام في لحظة كده غيرت الكرافاتة وعمل لي مسيطر وكماندا في الاول بس عشان لصة بخطوبيه كلهم بقولوا كده في الاول يسألنا انا اش معنى لان في الموضوع ده انا قائد قولي قائد خلت من ايه بقولك قولي قائد والمسلك بيقولك ايه اللي بتجوز قبلك بيوم يعرف عنك بسان اتفضل فدني ها ما انا بقولك اللي بتجوز قبلك بيوم يعرف عنك بسان عارف يا ده ما اتنس انت بتفكرني بمين بمين الوقت محمد اخويا الصغير بسم الله بسم الله ما شاء الله سكر زيك كده عسل عسل يلا يا يا حسان يلا يا يا حسان خلاص يا ستي ارتحتي اتطمنت على حسان ايبا يا ماما اتطمنت عليه خلاص انت مالك كده يا عصمة اقل شمحة البيت ومتبعها في كل خطواتها الله جري يا سعيد مالك يا اخويا عارش ملحيتي كده ليه بس ابنا اتكلم معا بنت يا اخويا براحيتنا فيه جري ايه بس يا عمو العريس هدي نفسك كده النهاردة فرحة جماعة انا عايزك تبقى يقول عن ايه خلاص ابوك مستقصدني في الروح وفي الجاية انت اللي مستقصد البت حرام عليك يا شيخة حرام عليك سبيها بقى تعيش بحريتها جري يا سعيد بنت يوبا وحيه بفهمها تعمل ايه ما تعملش ايه ليه يا ماما ايه الغلط اللي عملتوا في مكالمتي مع حسام مسلا؟ ما دلوها عليه ما انتش عارفة سيطار يا سالمة اسيطر علي ايه يا ماما احنا في اخناقة احنا بنحب بعض عيب يا بنت فيه بنت مؤدبة في الدنيا تقول الكلام ده وضم بابا وما متعق طيب يا ماما طالما بقوله من وراكم ممكن اقوله من قدامكم عادي مفيش حاجة طيب انا هروح البس طيب يا جماعنا هروحنا كمان للحلاية عشان الحاجز ميروحش علي اه ماما النهاردة فرحي اه فرحي مبسوطة مبسوطة اختي اهم كلهم كلهم طفش مباركة فيك رايح فيك ااخد حمام تاخد حمامك عارف لو زل وط الدنيا هيحصل ايه مش حصلك كويس انا دخل ااخد حمامي وراك حاطف استنى عندك ما تنساش متعل على الساعة بتاعتك حاطف هي كلمة انا قلت احتجوز دياب يعني احتجوز دياب مش هتجوزوا يا عمي ولو تبقى دي السمع على الارض هكسلك راسك الناشفة دي انت عايز تفضحينها من الخلق انا قلت كلمة ولا يمكن ارجع فيها معنى لاش حريم تكسر كلام رجالة فاهمة يا عمي انا مرة بميت راجل وانت عارف كده كويس ولا نسيت انا بتجاب التمين انا بنت كبير التراشنة الله يرحم الله يرحمه يا ستي ويرحمه منك عاد اسمعي انا الكبير دروبت والكلمة كلمتي والشورى شورتي وكلمة دي لازم تنتقفز اسمعي كلام عمك يا بنيتي ما تنشفيش راسكم واه يا حكمة دياب 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 يهزن الرجال وملو هدومه والف وحدة تتمنى الطراب اللي بيمشي عليها انا قلت اللي عندي ما هتجوزوش يعني ما هتجوزوش يا بنت الحلال الجوازة دي هيترتب عليها مصلحة كبيرة بينا وبناتهم وانا لعبة في يدكم تجدوا بيها مصالحكم بعدين ترموها مش كفاية وارسة أبوية اللي حرمتني مني بعدين في الكلام اللي يفور الدم دياب استهدي بالله يا حكمة وعدي الليلة دي على خير عمك سادك في مجام أبوكي وبيدور على مصلحتك مصلحت ايه؟ ولا مصلحته هو؟ يا صمان عظمان لو ما تجوزت دياب لا تنخلك يا رين وتاوي جدتك واخلي الدبال وزرك معرفيك ايه اشتريك جلبة فضل فضل يا سيد الناس فضل تنايم فوق يا ابن بطع الكتعي واه 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 سيدي شامل في مصر الخربة دي نورتي يا سيدي حمد الله بالسلامة سيد الناس دياب فين يا عد؟ سيدي يا سيدي دياب نايم جوه وإيه الخلاجات اللي انت لباسها دي؟ فين يا عد الله سأوا الجلبية؟ دياه دي 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 دية دة دومة فران جاية؟ ريوشية؟ لزوم العشاء في مصر؟ والنعمة الشريفة لطيفت يا ابن بطع الكتعة؟ وإيه جزائز الخمرة دي كلها دي 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 إيه دي إيه دي 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 كل إيه تخصي سيديان سيديك ريان دا كان جالبها ما أصخر عاد دي طيب أنا خشيش له لا 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 يا سيدي جابر أبوز يدك لا دا يموتني يجطعني يجطيح جابريلم العفش أفهم يجطع الجطيع لي أفهم أصلي 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 واحدة علي أصلي أصلي عنده ضيوف ضيوف بيقابل الضيوف في قط النوم أيوة دا الحدي بتاعه سيدي دياب بيقابل كل الناس في قط النوم إلا جرايبه لا حول ولا قوة إلا بالله قال إيه خشيش له سيدي جابر سيدي جابر لا يا بتاعنا إيه المنظر دي إيه المنظر دي وبعدين أخوه هو متوحش وريض يشوفه إنت إيش أخشاشك احشاء الشرك جابر خبر ايه حصلت حاجة حصلت حاجة النهاردة فرحك عريس قوم احنا بجينا بعد العصر نسيت اياك انسى كيف ما اناها يا جابر اجهز نفسي قوم اصطر نفسك وحصلنا على بره على الدبوي ذيب اام أنت بجده عريس وفرحك الليلة الليلة وكل ليلةkreعروس يلا ومي خد اليك شاور ونعنيش نفسك نكن ما اشوف انر ج號 توكّران لي بره انا جب ح жизار حبيبي تعالا عروستنا الحلو أخلصتهان لسة زي جابر darle لسة شوية någon هل حلوه دي بسم الله ما شاء الله يا باختك عام prevail إيه رأيك بقى؟ الفستان حلم؟ بسم الله ما شاء الله أمر الوات سهر لو شايفك هيوغم علي من الفرح أنا مش عارف اليمامة دي هتتجوز قلي بالطوب ده إزاي؟ طبعا مين يشهد للعروسة؟ شفتي؟ شهين ده اللي كنت بعدها على رجلي واخدها جبلها الشوكولاتة كيبرت وبقت عروسة؟ ممكن لو سمحت ما تكبرش نفسك؟ كان نفس أبوك اللي يرحمه ويبقى عايش ويحضر معنا اليوم ده جرى إيه يا حسين؟ ما أنت أبويا وأخويا؟ ربنا يرحم بابا ويطولنا في عمرك يا رب ربنا ما يحرميش منك يا حبيبتي يا نانو بجد مش فاهمة يعني إيه الصبح يدربك بالرصاصة وبالليل اللي نروح فرح واخده؟ يا حبيبتي اللي عامل حسين ده تكتيك إحنا ما نضربين عليه مش غلط منه يعني تكتيك؟ أيوة عشان نشل له حركة الخصم ونسيطر عليها والله يا شكلك أنت اللي عايز تشلني وبعدين افرد بقى كتن رصاصة ردت في وشك وحصل لك حاجة بقى أنا قلت عامل إيه؟ حبيبتي هدي مش كده اللي عمر بيهدي اللي بقولك إيه؟ من الآخر كده شغلانتك دي مش من ريحاني وطول الوقت عصابي متوترة أنا ومالك مناش غيرك قلت ليك أنا ظابط مباحث ومفعش أكون في أي حاجة إلا المباحث خلاص قطلب منهم ينقلوك مباحث الكهرباء الكهرباء؟ ما هي مباحث برضه إيما أنت كيب بتهرج يا أمان إيه ده؟ أنا مش بهرج أنا ومالك مناش غيرك إنت لو حصل لك حاجة إحنا هنلوس بس كده عشان هتلوسه؟ يعني وجودي في حياتكم مجرّب مصلحة؟ ما تقصش كده يا زوز إنت عارف إن إحنا حياتنا من غيرك ملاش طعم لأ، بروز عليك بطل ضلعت عليك آه، من راحة مالك سوري، طب إيه بطل؟ قولي كيه؟ استهلا هم وإحنا لازم نروح للفرحة ده النهاردة ولا إنت لكي رأي تاني؟ لأ، مالي بس، هنروح للفرح، بطل شاقع أنا ما صدقت إن ماما جايد بيت مع ملك إنت عامل حسابك ومرتبة كل حاجة هو؟ يعني ما هي فرصة نخرج من غير ملك إمتى آخر مرة خرجنا من غيرها؟ مش فاكر طب أقول لك، يستنى بقى هزاك تساعدني أختار فستان عندك، أوبا، ده تفك عندك الطويل؟ هم؟ كل قصير بس راحل اتنين وحشين، روحشوا في مين؟ يلا روحشوا في مين؟ مش فاهم الحمير في أكل الجنزبيل، هفتح الباب السلامة أهلاً أهلاً يا معتز أهلاً يا حبيبي وحشتني، وحشتني أوي، وملف كمان وحشتني أوي أوي، حتيجو إمتى بقى يا أخي؟ لا لا لا، أنا عايز أشوفها فتّي في أسرع وقت تحت أمرك يا باب، هجبها لك على آخر الأسبوع تشوفها المهم أنت بس تطمني على صحيتك، بتاخد الدواء في موعد ولا بتكسن؟ دوايا إن شوفكم حوالي يا حبيبي خد أخوك مونير، عاوز يسلم عليك ويتطمن عليك دواياً يا معتز، هكوم بأعمل إيه يعني؟ مانا بتمرمى في المحل الأمت بأتحبير، وشال الهم والعادت كل على تمامس، وما حد سايفية، وإنت بسلامتك شفت بطل قمعاتي، وكل أول شهر بتجد في الشهرية بتاعتك هاد هاد، 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 دا بجم يا ساتر، ما عليش يا ابن يا حبيبي، ما عليش ما تزعلش، ما انت عارفه، أخوك الكبير وطول عمره غلمف ماشي يا حبيبي، ماشي، لاي لاي إلا الله محمد رسوله انت ايه يا أخي، انت ايه؟ هتبدل طول عمرك كده؟ ماش حال ان ما كنت انت كبير وهو الصغير؟ هتفضل طول عمرك نقلك من نيره؟ لما أنا ما مكرتش على هفاية، وهو ما تكلفتش بكلمتين كده في التليفون، ازاك هامونير، عامل ايه هامونير وطمن عليك، لا حبيبي، وطول النهار قاعد عطيبك ما يزاعد، واجي لها كل الشهر، عاوز المعلوم، قاعد الشهرية وهو بيقض من جيبك، انا ده مالي، مالي وأنا حر فيه، انا لسه ماملتش، انت عاوش يوريسني بالحياة انا بقى تشرع عليك هابا، معلش انا متعصى بس زحمة الشغل وضغط الشغل علي، هو اللي كان لانا بقيت بويندو، انا تكدايا ده بدلتك يا زوز ده ده فستاني كبري انسي نسا زوز، انا بابوت فيك، ده فستاني مشوفته في المال، عنا الله يطمر بس بحبك، بارسي يا زوز بفضل يا سيدي يا ديار، ما عويش تحقل ياك يا ود أبوي؟ هو اللي عامل أبوك ده، يخلي فيي عجل في حد دلوك يتجوز عروسة ما شفها شي من ميتة وإحنا بنشوفه، من ميتة أبوه طول عمر هو اللي بيشوف لنا، وإحنا بنمشي وراهم غميين بس دي جواز، مش بيعه وشروه يا جابر واهدان اتطمن يا ديار، اتطمن أبوه ما حينجلكش حاجة عيفش وواصل وبعدين يعني هي دي، آخر جوازة، وبعمل زي اتجوز أربعة، والثلاثة التانيين وباقتارهم انت على هواك يا أخي أنا فاهمش ليه أبويا مصمم على الجوازة دي بالذات دماغي حتشدت أفاهمك، حكمة داي من عائلة الطراشنة عمها، يبي أصادق بيه الطراشني، نايب دايرتنا، ليه مصالح كتير جوا عندنا، وكلها في مصلحة شغلنا، والمثل بيقول اللي ملوش نايم، يشتري له نايم، هوا والناسب، يحمل مصالح، ويجويها اه، قولك دي، اتبيعوني عشان المصلحة، وعمل اندياب جنطرة تعدوا عليه ها المصلحة واحدة يا والدابوي، المصلحة واحدة باي باي بقى يا دوتي، هشوفك تاني امتا خلاصك دا، جفلت من النهار دا، ما اتشوفهش تاني واصل ليه بس كده؟ أصلي عيت جاوز، بعد الشر عنك ايه دا، الموضوع بجد بقى محدش ضامن، خلينا اعطي ليفون طاهر، أمرك يا سيد الناس، خد منيها المفتاح شايلافل، شايلافل خد، المفتاح او بسرعة كده، طب بقولك ايه، لو احتاجت المنامي اهني مفتاحي موجود انت بتعمل ايه يا واكل ناسك انت؟ ولا حاجة، يعني هي جات علي؟ ما انتكفهوش اللي عملو فينا، كمان عاوزنا اتجوز على كيفو؟ استهدي بالله يا ميتي وتجوزي دياب عن أدالة حيبقى ضهرك وسندك ويعرف يجبلك حقك منور سبوكي اللي خده عمك وحطه في جابة انا موافقة، بس عشان يتجيب لنا حجناك وانا من ناحتي، مش ههملك واصل وجوزي دي، هيكون يدي بيده، وفي مجامع اخويا الكبير ويديك قربات، يا سيطة سلمة، وحمره علشان ايه متعملين ايش فلم؟ بسم الله، ما شاء الله، الله اكبر ربنا يحميك ويحروسك من العين يابني ويخليك لنا يا ماما، انت لزي الأمر ايه دلعنا؟ ايه وانا، طبعا، دلع ونص كمان تعرف يا حسان، انت الوحيد في اخواتك اللي طلع زي يا ابوك وأخد هبته كده وطلته، او الله ربنا اجعلنا زيه في اخلاق وما يبقى الشكل بس يا ماما ومين قال إنك مزيه في أخلاق أنت تربيت ده يا وان المصيبة إن أنا تربيت إيديك يا مام مصيبة إن أنا ربتك يا وان ها لأنك ربتين صحة قوي في زي ما ما فيهوش الله غلط كله شياطين بعد عنك كله شياطين لما تستعيز بالله من الشيطان الرجيم وهو يحميك منه طب ده يمشي مع شياطين الجن هنعمل بقى في شياطين الإنس اللي كل شوية توسويس لك توسويس لك توسويس لك توسويس لك لما الوحدة يرقف دائم إيمانك بالله هو اللي هيحميك من الشياطين ومن يتق الله يجعل له مخرجاً صدق الله العظيم ونعمة بالله ادعيلي يا ماما ادعيلي ربنا يحفظك من كل شر وسوء ويكفيك شر الشياطين يا رب آمين يا رب العالمين والله يا لسه بسرتك لسه بسرتك طبعا أنا قاعد مرمي في الوادي الجديد وانت قاعد هنا واخد كل الدعا وحشني يا وان وانت يا رائد أخبارك إيه جيت انت يا نقيب من الوادي الجديد لساعتين الله مش فتاكش يعني مانا كنت هركان قاوي دخلت نمت لسه صحي دلوقت وعيد معنا كم يوم قل لي بقى يومين وراجع زي كل مرة فرح أخوك آخر الشهر لو ما حضرتوش حتضحك وبعدين الواحد ما بيغلطش ويتجاوز جل مرة واحدة في العمر لأ ما تقلقش قدمت على مرض يوقعت ما ربيزك عشرين يوم إلا قل لي انت ما عمدتش فرحك إنت وسلمة ليه مع شهندة وساه إيش حال ما كنوش إخوات زيكم ولا انتوا جاينتش حتاتونا وخلاص سلمة يا سيدي أصرت قالت لك ده هي ليلة العمر تبقى ليه لوحدة أنا عايز يا ليلة الواحدة الله ما هي عندها حق يا ابني هي الواحدة بتتجاوز كم مرة مش كده ولا هي يا راب تمام يا مام تمام طب يا ظن أنا هاخد بقى البنات كلهم واسبقكوا على القعص بنات إيه اللي تاخدهم يا صاحبات شهند وانت مالك وانصاحبات شهند ما أنا قلت هزنقم كلهم في العربية الصغيرة عشان نسيب لك العربية الكبيرة يا عم انت وماما والأرسال طب زنقهم في العربية الصغيرة انت يا سياد ان انا خاطئ بنازل وروح اجيب خطبتي وطروح تجيبها ليه ما تجي مع أخوها ما حيتناقي ليه جاهدوا للعروس يا عروس يا ابني انا هروح اجيبها من عند الكوافير وبعدين كنن هنجيلكو هنا عشان نتلعوا بعد في الزفر الله قول بنات يركبوا مع حسان في العربية الصغيرة يركبوا مع حسان في هنا يا ماما ما ياخدوا تاكس ولا يجوا ماشي؟ ما ياخدوا تاكس ولا يجوا ماشي؟ لا تاكسي ليه؟ ما أنا موجود؟ هتركب صاحبات أختك في تاكس وتشاحتاتهم أنا هاخدهم وأمشي انت تفكت خالص خالص يا حسان ما يصحش البنات قاعدين مع أختك من الصبح نركبهم تاكسي؟ ينفع ده؟ لا إزاي؟ أخدهم وروحنا خطبتك جيما من عند الكفير وأرجع أخد البنات أمر الله اوح اوح يا أحسان تعالا هنا هوا لما أنت حتموت على البنات ما تتجوز بقى وتخلصنا يا أخي تجوز تجوز إيه ونيلة إيه مش الجواز ده محتاج ملغية كان زماني قاعد بلاغي دلوقتي مع واحدة منهم عشان تجوزها قاديك باوزت يا بني يا حبيبي يا بني يا حبيبي أنت لسه صغير دلوقتي بكرة لما تكبر وتعجز ها عوض حد يقعد جنبي حد ياخد باله مني عشان لما يديني تدوى مش ده اللي كنت هتقوليه أه وأنا هخش لدوني عشان أخرج مانا أنتوا فاهمين الجواز الرجل شاك منهم يا حسان هات البنات دي لا لا علي العظم ده إيه ده بقى إن شاء الله تلسه ماجستيش أجهزي بس يا معتز الفستان ده غالي قوي جبتوا ليه ليه إيه ما فيش حاجة تقدل عليك يا حبيبي لا بتكلم جدا يا معتز أنت مرتبك مكافينها بالعافية لو جبتوا من فلوس مرتبك هنرجعها على فكرة اتطميني يا ستة جبتوا من مكافأة أخدتها من الشغل ارتاحتي؟ يعني يوم ما تاخد مكافأة من الشغل بدل من حطها في قصات الشقق بتجيب لي بيها فستان يا معتز زحرم عليك واحنا جينا في شهر وتزرقنا ما احنا ربنا استرق معنا والحمد لله خلاص ما تزهرش ده بعدين أنا ويرضنيش إن مراتي حقيت يتروح فرحة زي ده إلا فستان جديد ربنا نخليك لاقي يا موزي يلا بقى اللي الفرح يفوتنا ولا نعد بطل بقى يلا روح ألبس ساعة ومكون جاهزة بص قدامك يا محمد يا ابني بص قدامك لو هنعمل حادثة كده إنت تبص عليهم ليه؟ عارف يا ماما ابنك حسين ده مبخت من يومي إنت هتقولي ده أخويا وأنا عارفاك كويس طبعا محزوز مش خطب أختي وليه بقى ما تقولش إن هي اللي محزوزة عشان مخطباله خلاص خلاص ريحوا نفسوكو هم الاثنين محزوزين نفسو الله اللغنية دي حلو قوي يا حسين نسي نسي بفكر يا حسين لما رقصنا عليها أنا وانت في عيد مقيد شهان ده من سنتين؟ رقصنا هي يا نسا جهان وسنتين لين وشهندة إيه أصلا هو رمي بلا هتودينا في داية ده بتعرف ترقص يا حسين؟ ها؟ بتعرف ترقص؟ بيرقص حلو قوي لا والله والله هاي أنا أدوبك بفك الخط في الرقص يا سلمة يا جهان بتبالغ بس أصلا أنا مربيها من وهي قد كده طبعا هم لأ 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 الرقص ده إحساس وانت أحلى حاجة فيك إنه عندك إحساس حلو قوي خصوصاً لما يرقص سلوك وكمان سلوك؟ أه أي يعني أنا بتبالغ سمش بقول لي بتبالغ آه تابلغ لي؟ إنك كل حاجة دايماً كده دايماً بتبالغ دايماً بتبالغ لأ إنت مش عارف قيمة نفسك والله يا بختك به يا سلمة يا بختي فعلة لا بلاحظة بقى كده نسيني خالص إيه يا حسين ما لك قفلت العنية مره واحدة كده ليه؟ يعني أصلحنا على طريق أربع كوشات وحطة حديدة في الهوى محدش عارف بقى يعني الواحد لو لا قدر الله حصل حاجة يعني بقبرة قرآن في سره بيعمل حاجة مفيدة وانت يا سلمة بعد اللي اسماتي مني يا أنيسة جيهان عايزة تكملي كملي مش عايزة كل شيء اسمها نصيبة بنت الناس ترخيلك يا جيهان يحسن يا ابن المحظوظة يا والا بصوا قدامك هنعمل حادثة اه محظوظة 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 شكلك اخر مرة حتشوفها يلا يا رزل اعيني على الولاق اعيني على الولاق ا games اشتركوا في القناة